مديرية صيرا في العاصمة المؤقتة عدن لم تسلم من عبث الباصطين الجدد على الأراضي رغم صغر مسحتها أصلا خالد سيدو مدير عام المديرية يقول إن الاعتداءات على الأراضي مستمرة في صيرا وخاصة المناطق السياحية القريبة من المتنفسات والمواقع الأثرية الباصط شوي يعتبر ظهر خطيرة بل هو سرطان يتمدد على مستمرة المديريات لكن نحن ستتكلم على ما يختص بمنطقة صيرة طبعا هذه هي لدينا مساحة شاسعة من حيث يتم الباصط ولكن للأسف الشديد لدينا بعض المواقع الأثرية والتاريخية التي تم الباصط بجانبها أكثر من ذلك يشكو مدير مديرية صيرة من قرار قضائي بوقف أعمال السلطات المحلية في منتزه قرب قلعت صيرة بعد أن رفع متنفذ دعوى قضائية بوقف أعمال السلطات المحلية وما تزال القضية محجوزة في القضاء للبت فيها قضية البص العقاري هي أحد أهم المشاكل في عدن ورح ضحيتها ضباط وعسكريون ومدنيون في اشتباكات مسلحة ونفذت قوات الأمن والداخلية في العاصمة المؤقتة عدة حملات لإزالة البص العشوائي من عدة مناطق لكنها تقتصر على الباصطين الصغار وتتوقف أمام أسوار الباصطين الكبار الذين لهم قوى نافذة تحميهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر